امرأة عراقية توقع ضابطا في ورطة كبيرة بعد انتشار فيديو لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي فما القصة؟ السيدة ظهرت رفقة ضابط وهما يتجولان بداخل مركبة ليلا يحتفلان وسعادتهما كادت لا توصف لكن المشكلة ليست هنا بل الضابط المنسوب الى وزارة الداخلية تحدث عن امر خطير جدا وهو حصوله على قدم ممتاز بواسطة واسطة في الوقت الذي كانت تلك السيدة تصوره بهاتفها ثم قامت بنشر مقطع الفيديو على حساباتها سرعان ما تناقلته المنصات والصفحات والبيجات حتى وصل الى انظار وزارة هذا الضابط وحدث ما لم يكن في حسبانه وحسبان السيدة وحسبان المتابعين ربما لنشاهد القصة وللحديث بقية مباركو لشباب حبيبي إن شاء الله على المراتب يا رب مباركو لشباب حبيبي إن شاء الله على المراتب يا رب طبعا أنا أحمد الله وشكرا إن شاء الله تستلمي الوزارة أحمد الله وشكرا أشكر الواسطات اللي كلبتها يعني طبعا وقتها بفلوسي الله يشهد يعني ما قال لهم بزودي لا لا ولا بمعارك بزودي وبفلوسي حبيبي إن شاء الله من الوزير ختمتها بها الهولة إذن أشكر الواسطات اللي كلفتها بزودي فلوسي الله شاهد أخذت قدم ستة أشهر فبعيدا عن مخالفته القانونية الصريحة كلام الضابط هل نقول اسم الضابط؟ فلنتعدى اسم الضابط ما قاله هذا الضابط خطير جدا ولا يقال هنا أو هناك فوزارة الداخلية لم تسكت وفور انتشار مقطع الفيديو وإثارته للجدل والبلبلة قررت الوزارة إحالة الضابط إلى التقاعد بسبب ما جاء من اعتراف على لسانه ولقيامه بتصرفات مخالفة للقانون ولأداب السلوك الوظيفي فكيف علق المدونون على ما حصل؟ تلك السيدة وضعت هذا الضابط في ورطة كبيرة بتصويرها ما دار من حوار بينهما ثم اعترف الضابط على نفسه بتلك الطريقة على أي حال هذا هو التصريح الرسمي من وزارة الداخلية قالت فيه تحيل ضابطا إلى تقاعد مخالفته أداب وقواعد السلوك الوظيفي بعد ظهور أحد الضباط في مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو برفقة امرأة وهو يتحدث عن حصوله على قدم ممتاز بواسطة وتصرفات أخرى مخالفة لأداب السلوك الوظيفي اجتمعت لجنة التعليمات رقم واحد لسنة 2012 في وزارة الداخلية الخاصة بحالة جواز إحالة رجل الشرطة الذي لا يتقيد بأداب المهنة وقواعد السلوك الوظيفي إلى التقاعد إلى آخر ما جاء في هذا الكتاب الرسمي بالتأكيد سوف لن أقرأ ما جاء في هذا الكتاب كله من يريد أن يطلع عليه هذا بلا صفحة رسمية الخاصة بوزارة الداخلية العراقية ويطلع عليها أما ما جاء من ردودة فعل وتعليقات حول قصة هذا الضابط العراقي كانت كالتالي التعليق الأول سنبدأه من محمد القاسم يقول وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اتفضل حضرات الرئيس أحسن ما تركض وراء أهل الدراجات اركض وراء ولدك ربيهم مع احترامنا للضباط الزينين هناك أيضا مداخلة من أم مهند كافوا من وزارة الداخلية المفروض فصل وغرامة ليصير عبر الغيرة اشطولك واشعرضك تخلي بنيت صورك وجاء تتفاخر بفلوسك دروح وأبو زايد حسين التميمي يقول في تعليقه مو ممنوع ومصيبة هالكلام هسر تاحيت ورطتك لبنية خلي الواسطة تتفيدك والله انتم مغثة على المؤسسة العسكرية المفروض الوزارة تشوف منه أخذ فلوس منه وتحيله للتقاعد تعليق من عثمان ماذا قال عثمان في تعليقه هش قد فطير مره قدرت تعلسك لعد هش قد انت للأسف قديما كان الضابط قدوة الآن الضابط لا قدوة ولا أي شيء ضابط يعيش من دار الإيجار ويمشي بالشارع ما عنده سيارة تعليق من الهلالي هذا أو هنا اعتراف بإعطاء الرشوة المفروض يتحاكم ليش اكتفيتوا بالتقاعد أكيد فلوسه وبالواسطات راح يتم إلغاء أمر التقاعد بس شلون ويه رسل اللي تجيب قدم للضباط وتسوي إلهم ترفيعات تعليق من محمد عقيل عقيد ليه راح بالزلق المفروض هاي كلها على جنب ويحققون وياه شلون جابت له قدم معناها حتى داخل الوزارة أو المديرية التابعة إلى أكو فساد وهاي بعينكم إجاقدا بفلوسه أيضا أكو فساد أكو فساد